طبعا المدلس القومي للمرأة هو الجهة المنوط لها أساسا أنها تتولى كل ما يخص شؤون المرأة ومع ذلك طبعا الدولة كلها الحقيقة مديها اهتمام وقيادة السياسية مديها اهتمام قوي للمرأة وتمكين المرأة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي يمكن القناة الشرعية لتمثيل المرأة هي المدلس القومي للمرأة طبعا تمثيل الدكتورة مايا مرسي في مختلف المجالس والمحافل الدولية لتخص المرأة وكمان يعني مثلا تمثيل أو أن مصر بقت هي اللي بتتولت إدارة أو تولت اللي هي المسؤولة دلوقتي عن منظمة المرأة العربية وبتمثل المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية الدكتورة مايا مرسي بصفاتها فطبعا دي كلها حاجات مكتسبات يعني أظهرت مكانة المرأة المصرية واهتمام والاهتمام بيها على مختلف القطعات سواء على بنتكلم على سواء المرأة المتعلمة والمثقفة وتوليها مناصب قيادية وسياسية أو بنتكلم عن المرأة المعيلة ويعني وزي نقدر نساعد أنها تكون متعلمة ومثقفة وإزاي مساعدة مشروعات الصغيرة وإزاي تقدر تدي كوتا للمرأة أو مساهمة للمرأة بشكل خاص على اعتبار أنها في بعض الأسر بتكون هي المسؤولة عن العائلة أنا بشوف أن المرأة يعني مش بس نص المجتمع يعني ومش تحيز عشان أنا يعني فتكلم في صحة المرأة أقدر ينكر أهمية المرأة والرجل كان مكونات للمجتمع الأساسية طبعا لكن الأم اللي بتغرز السفات في أولادها وهي اللي بتربي واللي بتحط القيم والمبادئ والأسس ليها دور اقتصادي كبير حتى لو ما كانتش بتشتغل فيها الجهة الاقتصادية في المنزل طبعا الحقيقة لها أدوار كتير دي الحكومة يا دكتور مونة يعني دي الحكومة يا بتشارك خلينا نقول هي مشاركة وكل ما تكون يعني كل ما بتستثمر في المرأة كل دمام ببينعكس على المجتمع كله والمجتمع المصري وعلى الأسرة المصرية وعلى الأطفال وعلى الجيل المصاعد وعلى الجيل الحالي فالحقيقة أنا بشوف دور المرأة سواء في عملها سواء في بيتها سواء على المستوى الاقتصادي هو دور أساسي وفعال وكل ما بنيدي اهتمام والحقيقة طبعا أنا سعيدة باهتمام القيادة السياسية بالمرأة ودورها وتعظيم دورها وتعظيم مشاركتها القيادية والسياسية يمكن أنا بحكم طبيعة عملي يعني الحقيقة ما عندناش في الأكاديمية العربية للعلومة والتكنولوجيا والنقل البحري يعني عنصرية أو تفرقة بين الرجل والمرأة وقد يكون العكس قد يكون يعني هو العنصر الأساسي بالنسبة لنا هو الكفاءة والتميز بصرف النظر عن سواء كان زاكر أو أنسى ويمكن بالعكس أنا بشوف أن المرأة في الأكاديمية واخدها مناصب قيادية بشكل كبير جدا وإحنا نتمتع بقيادة بتشجع المرأة بشكل كبير جدا طالما هي فاعلة ومنتجة وطالما هي أيما بدورها بشكل professional الموضوع يعني الحكم مش بزكانة امرأة أو رجل معيار الكفاءة طبعا مايار الأساسي هو الكفاءة طبعا طبعا يعني هو دا الأساس طيب